أهلا بكم يجتمع في برلين ممثل الحكومة مع ممثلي الولايات الألمانية الستة عشر والمعارضة المحافظة ويركز الاجتماع على الحزمة الأمنية وتدابير تشديد قوانين الهجرة والجوء التي قدمتها وزيرة الداخلية نانسي فيزا وذلك ردا على هجوم زولينغن الدامي الذي نفذه لاجئ سوري يشتبه في علاقته بتنظيم داعش في هذا التقرير نسلط الضوء على بعض من تدابير تشديد سياسة اللجوء في ألمانيا التي يطالب بها ممثل الولايات والمعارضة اجتماع حاسم في برلين لمناقشة سياسة ألمانيا في مجال الهجرة والأمن وزيرة الداخلية نانسي فيزر وممثلوا الاتلاف الحكومي يناقشون مع كبار مسؤولي الولايات وممثلي التحالف المسيحي المعارض مقترحاتهم ومطالبهم حول الحزمة الأمنية التي أعلنتها الحكومة بعد هجوم الطعن الدامي في زولينغن قبل أكثر من أسبوع وأهم المطالب المطروحة في الاجتماع كالتالي توفير غطاء قانوني يتيح إعادة من قبل الطلبات لجوئهم إلى بلادهم إذا تحسنت الأوضاع الأمنية هناك وإقرار إمكانية الترحيل بوجه عام للسوريين والأفغان وعدم اقتصار ذلك على مرتكبي الجرائم فقط وعدم قبول طلبات لجوء ممن ليست لديهم بطاقة هوية أو لا يستطيعون إثبات هويتهم وتخفيض الإعانة الاجتماعية إلى الحد الأدنى للمعيشة لطالب اللجوء من أصحاب الإقامات المؤقتة وكانت الحكومة الألمانية قد رحلت قبل أيام إلى كابل 28 أفغانياً ممن أدينوا بارتكاب جرائم وذلك لأول مرة منذ استلاء حركة طالبان المتشددة على السلطة فهل تتوائم هذه الإجراءات والمطالب مع الدستور الألماني وقوانين اللجوء الدولية؟ بعض الخبراء شككوا في شرعية بعض التدابير المطروحة واعتبروها تتعارض مع كرامة الإنسان وللمزيد حول الموضوع ينضم إلينا من استوديوهاتنا في برلين الزميل ناصر جبارة المختص في الشأن الألماني أهلا بك ناصر إذن هناك ضغط كبير على حكومة شولتس من أجل استخلاص العبر من حادثة زولينغن الأليمة الاتحاد المسيحي له مطالب والحكومة حذرت من رفع سقف التطلعات بشكل كبير ما المتوقع من هذا الاجتماع إذن؟ من خلال مراقبة تصريحات الطرفين قبل هذا الاجتماع يمكن القول أنه لا يمكن توقع حدوث اختراك كبير من اجتماع اليوم لأن المواقف متباعدة والحق يقال من ناحية الحكومة الألمانية ممثلة بالاشتراكين الديمقراطيين والخضر ذاهبة لهذا الاجتماع وتريد أن تكون الحزمة الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية الألمانية على خلفية هجوم زولونغن أساس هذا الاجتماع وهذه الورقة واضحة وفيها ثلاث مطالب رئيسية المطلب الأول هي تكثيف عمليات الترحيل الثانية تشديد قوانين حيازة الأسلحة والثالثة محاربة التطرف لخلفيات إسلامية بحسب نص هذه الحزمة المعارضة من ناحية أخرى المحافظون يريدون الذهاب يذهبون أبعد من ذلك في مطالبهم هم لا يريدون فقط تكثيف عمليات الترحيل هم يريدون الترحيل إلى دول آمنة ثالثة هم لا يريدون تقليل أعداد اللاجئين غير الشرعيين وإنما يريدون تصفير هذه الأعداد ومن هنا أعتقد أن الموقفين ما زالا متباعدين تحديدا أن هذا الاجتماع يأتي في وقت ما زالت فيه الرؤوس حامية بعد أيام من هجوم زولينجين الدامي ولكن أيضا بعد يومين من الانتخابات المحلية في ولاية ألمانيتين حيث تمكن الحزب اليمين المتطرف البديل من الحصول على أرقام تاريخية ونحن نعرف أن هذا الحزب وظف القضية الأمنية وقضية الهجرة واللجوء في الحملة الانتخابية وهذا السبب هذه الشعبية التي حظي بهذا الحزب طيب كما قلت وبعد يومين من صعود غير مسبوق لليمين الشعبوي في ولايتين ألمانيتين استبق إضافة لكل ما ذكرته زعيم المعارضة المحافظة استبق هذا الاجتماع وطالب بمطالب إضافية هي وقف اللجوء وعدم استقبال أي لاجئين وتشديد مراقبة الحدود الألمانية ما مدى انفتاح الحكومة الألمانية أيضا على هذين المقترحين المقترح الأول وهذا ما قصده بتصفير الأعداد والمقترح الثاني هو مراقبة الحدود أي الحدود الآن مراقبة تصفير الأعداد في ريدي شميات المعارضة الألمانية تعرف أن القوانين الألمانية القوانين الأوروبية قوانين اللجوء سواء اتفاقي جينيف أو قوانين الأمم المتحدة لا تسمح بذلك حق اللجوء حق مضمون في القانون الأساسي الألماني في الدستور الألماني من الناحية القانونية وهذا ما قصدته المعارضة وتحديدا الخضر قبل الذهاب إلى هذا الاجتماع بالقول أن يجب علينا الحديث عن مسائل واقعية يمكن تطبيقها ويمكن تطبيقها قبل كل شيء من الناحية القانونية إذن هناك مطالب يمكن الحديث عنها ولكن أنا أعتقد أن المعارضة الألمانية تذهب بعيدا في هذه الطلبات وهي تعرف حتى أن هذه الطلبات أو المطالب لا يمكن تحقيقها حتى لو أرادت حكومة أولف شولس ممثلة بوزيرة الداخلية المحسوبة على المسؤولين الشراكين الدموقراطيين المتشددين حتى لو أرادت الذهاب فيه أو الاستجابة لمطالب المعارضة هي تعرف أن القوانين لا تسمح لها بذلك وتحديدا القوانين الأوروبية التي كانت عن رابط اتفاق اللجوء في بداية هذا العام فهي يجب أن تكون هذه الإجراءات الجديدة والمطالب منسجمة مع القوانين الأوروبية والألمانية وأنا أعتقد أن هذه المطالب ليس كلها منسجة مع هذه القوانين وضحت الصورة كنت معنا مباشرة من برلين الصحفي زميل ناصر جبارة شكرا لك